يقول الشاعر المسيحي جبران خليل جبران عن الإمام علي في عقيدتي أن ابن أبي طالب كان أول عربي لازم الروح الكلية وحاورها وسامرها وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها على مسامع قوم لم يسمعوا بها منذ قبل فتاه بين مناهج بلاغته وظلومات ماضيهم فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقا بالفطرة ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية